سعدنا أن نرحب معنا في الستوديو بيت للكل بالدكتورة روز عثمان رئيس قسم العلوم السياسية ودبلماسية الرقمية وعميد شؤون الطلبة في الجامعة العربية الأمريكية دكتورة أهلا ومرحبا إلى بيت للكل هذه أول مرة أنت موجودة معنا في هذا البرنامج وموضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم نتحدث عن احتلال فلسطين منذ أكثر من 76 عاما وغياء بالسلام لا نذهب أكثر من ذلك عن الحرب المدمرة المروعة التي تحدث في عموم الأرض الفلسطينية وهذا الاستيطان هو غياب أفوق السلام ماذا يمكن أن نقول في هذه المناسبة التي تتزامن أيضا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثلاثة والخمسين صباح الخير ومساء الخير لك ولمشاهدين شكرا لهذا الاستضافة الكريمة بصراحة أنت اختصرت ما أريد أن أقوله عندما تحدثت عن المجازر في يوم السلام كلمتين متناقضتين تماما فأنا أعتذر أني أسمي يوم المهزلة العالمي لأنه هذا ليس بسلام كيف نتحدث عن سلام والآلاف يقتلون في غزة كيف نتحدث عن سلام ولا ندري مصير الآلاف من المعتقلين أيضا في قطاع غزة كيف نتحدث عن سلام ومجازر إبادة جماعية في قطاع غزة كيف نتحدث عن سلام وإسرائيل تتنصل من كافة اتفاقياتها الموقعة دوليا كيف نتحدث عن سلام والآن يعلن عن شهيد طبيب في السجون الإسرائيلي كيف يستشهد هذا الطبيب؟ استشهد من التعذيب الإسرائيلي ومن الوحشية الإسرائيلية ألم توقع إسرائيل اتفاقيات حقوق الإنسان مع العالم؟ أين تطبيق هذه الاتفاقيات؟ إذن عن أي سلام نتحدث؟ هذا مهزلة ولكن دكتورة أيضا الجلسات التي تنعقد الآن في الجمعية العامة التي أقرت هذا اليوم اليوم الدولي للسلام أو اليوم العالمي للسلام بدأت بالحديث وتداول القرار الذي صدر من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية ما المطلوب من المنظمة الدولية التي لديها مئات القرارات التي تدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة وأيضا العيش بكرامة وبسلام وبأمن كما باقي شعب العالم مطلوب من المجتمع الدولي وقف ازدواجية المعايير أوقفوا ازدواجية المعايير لماذا يسارع العالم بتطبيق بوقف بوتين باعتداءه على أوكرانيا وتصطف كل دول العالم لهذا القرار بينما لا تزال إسرائيل تقتل بالآلاف يوميا لماذا لا يزال لازلنا ننتظر وننتظر وسنبقى ننتظر وسنذكر بعضنا البعض بأن المحكمة الدولية لن تصدر قرار باعتقال بوتين أو بوقف الحرب لماذا تقف الولايات المتحدة الأمريكية ضد 13 دولة تصوت في شهر 2 من العام الحالي تصوت لوقف اطلاق النار تقف الولايات المتحدة الأمريكية وتمنع هذا القرار لماذا؟ إذن مطلوب من المجتمع الدولي وقف ازدواجية المعايير والتعامل بإنسانية وأخلاق وقانون أكثر مع المجتمع الفلسطيني ومع الشعب الفلسطيني رسالة الفلسطينية أيضا وصلت منذ زمن طويل من الرئيس الشهيد ياسر عرفات عندما اعتلى منصة الأمم المتحدة والخطاب الشهير رسالة السلام التي يريدها شعب الفلسطيني وأن يعيش بحرية بسالة السلام مع من؟ مع مجتمع إرهابي؟ مع عالم إرهابي هل العالم يدرك؟ سؤال أيضا في ذات الفكرة هل العالم يدرك بأننا اليوم يعني شعب يتعرض لهذه المجازر وحرب الإبادة بالتالي من ينكر حقه الشعب الفلسطيني في الوجود؟ حكومة الاحتلال وعليه أن يتحرك في هذا الإطار لينقض الشعب وينقض الأرض أو ما تبقى من هذه الأرض بفضل الدبلوماسية الفلسطينية والدبلوماسية الرقمية الشعبية أيضا استطعنا أن نوصل رسالتنا للعالم واستطعنا إظهار إسرائيل على حقيقتها دولة اعتداء دولة مجازر دولة أبرتايد فإذن بالتأكيد العالم اليوم أصبح يعلم أن الشعب الفلسطيني شعب تحت الاحتلال شعب يريد السلام شعب يريد الحرية شعب يطالب بلقمة العيش يطالب بأبسط الحقوق الإنسانية عم بنشوف ألاف الأطفال يقتلون يوبيا في قطاع غزة بطلعوا بطلبوا وأوقفوا ضرب الصواريخ على روسنا أطفال مروعين ومنهم ماتوا جوعا أيضا طبعا ماتوا جوعا إذن العالم يعلم ويرى أن الشعب الفلسطيني يريد السلام وأن القيادة الفلسطينية أصدرتها واضحة وصريحة في كل منابرها وفي كل منابر العالم نحن مع السلام ولا نريد إلا السلام والشعب الفلسطيني شعب أعزل ويريد السلام ماذا ينتظرون ينتظر العالم حتى يقوم نتنياهو بإبادة جماعية لأربع خمسة مليون في الضفة وقطاع غزة ومن ثم يتأسف العالم علينا سؤال دكتورة أيضا ما هو مصير القرارات الأممية التي تدعم الحق الفلسطيني والداعية إلى السلام يعني اليوم لدينا كما قلنا قبل قليل مئات القرارات التي ممكن نستند إلها كفلسطينيين وهي تشكل مرجعيات فيما يتعلق بقضيتنا وداعية إلى السلام طالما العالم يكيل بمكيالين وطالما الولايات المتحدة الأمريكية تقف في ظهر إسرائيل وتساند إسرائيل ولا تزال تدعمها بالملايين ولا تزال تدعمها بصفقات الأسلحة وتستخدم الفيتو لقرارات وقف إطلاق النار وغيرها لن نذهب إلى شيء إيجابي لن يكون للقرارات الشرعية الدولية منذ 70 سنة وأكثر أكثر من 76 سنة قرارات الشرعية الدولية أعطيني قرارات طبقت من قرارات الشرعية الدولية لأنها ضد إسرائيل لأنها مع الحق الفلسطيني لأنها مع الحق التاريخي في الوجود الفلسطيني والحق القانوني والحق الديني فإذن لن يتغير أي شيء طالما العالم يكيل بمكيالين وطالما الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو وقطعان مستوطنينه بالعبث والدمار والفساد وترويع المواطنين والإبادة الجماعية يعني لم يكتفي نتنياهو بالمستوطنات لم يكتفي بالتخريب لم يكتفي بالاعتقالات لم يكتفي بالقتل بل الآن تطورنا إلى مرحلة الإبادة الجماعية قربنا على سنة من الحرب على غزة أو العدوان الغاشم على قطاع غزة الحبيب أعطيني ماذا فعل العالم نحن الآن نطالب بس بيانات شجب واستينكار نحن بس بنقول طعموا لولاد الصغار هيك صرنا من الحرب اليوم نحن أحواج أن نسلط الضوء على هذه القضايا التي موجودة في فلسطين من انتهاك لحقوق الإنسان حتى نحشد الرأي العام الدولي دكتورة أكثر في تبني هذه الخيارات ودعم حقنا في الوجود بالتأكيد نحن بحاجة لستراتيجية وطنية موحدة شاملة تشمل كافة الهيئات والمستويات بدءا من منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية وانتهاءا بأصغر طفل في الشارع الفلسطيني مرورا بمنظمات المجتمع الدولي والجامعات والمؤسسات والقطاع الخاص كلها لتحشد جهودها ضمن خطة وطنية موحدة لإظهار الصورة الحقيقية لدولة الاحتلال وإظهار الحق التاريخي والديني الفلسطيني في الوجود على أرضه وإظهار وحشية هذا الجيش الذي يقوم باعتداءات متكررة والذي يقتل الإنسانية والكرامة والذي يبيد إبادة جماعية في قطاع غزة والذي يمارس مسلسل الإرهاب والعنف في الضفة الغربية ويتوعد جهارا نهارا بأن العملية بدأت في الضفة الغربية يعني من يخافون لا يخافون من أحد سيخافون من الولايات المتحدة أم محكمة الجنائية الدولية أم مجلس الأمن ممن سيخافون إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاءها داعمين لهذا القتل إذا كانوا يرسلون الأسلحة التي تقتلنا إذن ممن ستخاف إسرائيل فبالتالي مطلوب منا فلسطينيا توحيد الجهود توحيد الطاقات التأكيد على حقنا في العيش بسلام التأكيد على أهمية السلام ونحن مؤمنين إيمان مطلق بالسلام ولكن السلام العادل وليس السلام على مقييس الاحتلال السلام العادل والشامل للذي يضمن حقنا في الوجود يضمن كرامتنا يضمن إنسانيتنا يضمن وجودنا يضمن العيش بسلام لأطفالنا اللي يذهبوا لمدارسهم ليطمن العيش بسلام لأبدائنا لا يوجد لا أحد فينا بأمان لا أحد فينا بسلام حتى وإن كنا في الضفة الغربية ليس كما حال في قطاع غزة ولكن المسلسل الممنهج الذي تمارسه إسرائيل سيفضي بنا لا سمح الله إلى ما يحدث في قطاع غزة والآن بعد مرور أو ما يقارب أقل من شهر سنصبح الذكرى الأولى نعم الذكرى الأولى للحرب هذه الذكرى الأليمة على قلوبنا أعنى الله أهلنا في قطاع غزة ماذا فعل العالم؟ ماذا فعل المجتمع الدولي؟ لا شيء شكرا جزيلا لك دكتورة روز عثمان رئيس قسم العلوم السياسية والدبلوماسية الرقمية وعمل شؤون الطلبة في الجامعة العربية الأمريكية المشاركة معنا في بيت للكل هذا المسأل شكرا جزيلا